موضوع عربات الفول موضوع عربات الفول اللي بيتقال انهما فرضوا العشرين الف جنيه على كل عربة الفول في اي شارع المفاجرة ان انا معها هذا الرأي ومورري في اني معها هذا الرأي حكتين الحاجة الاولى انه بدل ما يدفع العشرين الف جنيه بشكل متقطع على مدار السنة لموظفين الاحياء اللي بيترجوهم في كل حتة بيدفعوا اكتر من عشرين الف جنيه على فكرة يعني لو كل مرة اخدوا منه العربية ورجعوا له بيكلفوا كتير بدل ما يدفعها بشكل تحت الترابيز او بشكل رشاوة بدل ما يدفعها بشكل بلطجة عليه من احد الموظفين هنا او هناك لا ادفعها بشكل رسمي ادفع عشرين الف جنيه وخطة صريح وقف بقى في مكانك زي ما انت عاوز وقدم خدمة للناس محترمة وتبقى انت دفعت حق الدولة ده وجهة نظري السبب التاني ان العربة الفول دلوقت بقت مشروع مش موضوع بقى هيبقى زيادة على زي ما بيقولوا هم بعض بردو المغردين هيبقى طبق الفول بكام انا اتفرجت امبالي على القناة الحقيرة والله اكتر من ساعة للربع بيكلمه وطبق الفول هيبقى بكام على المصريين حاجة عجيبة جدا انا ما شفتش كده في الدنيا عامل قناة كاملة مخصصة ليك انت بس بيتكلموا حتى في طبق الفول ما حد فهم بيتكلم عنهم عن عندهم خالص في الجزيرة خالص عندهم في قطر او لا خالص خالص وبيتكلم عن دك انت حتى طبق الفول طلع المزيع يسأل ضيف واثنين وثلاثة هو طبق الفول هيبقى بكام بعد كده وطبعا مسألة يعني مش محتاجة ان كل من هم مؤمنين بكلمة خالف تعرف يطلع يتكلم ويتفلسف لن يؤثر في طبق الفول ان صاحب العربية ده يرخص مكانه ويدفع 20 ألف جنيه ليه لانه كده كده بيدفعهم وولتها من شوية بيدفعهم بلطجة بيدفعهم لاصحاب الضمائر المعدومة في الاحياء وهم عارفين ده كويس جدا جدا فبالعكس انا مع تقنين عربيات الفول مع تقنين التكاتك اللي في الشوارع مع تقنين كل حاجة بتحصل تحت الترابيزة بل ما تدفع تحت الترابيزة ما تدفع فوق الترابيزة والناس اللي بقى شايفة والقانون بيقول كده بيقول لك انت كتوكتوك بقى لك ترخيص تدفع فلوس مقابل انك موجود في المكان الفلاني يبقى لها شكل يعني لكن ان احنا دايما نشجع الرشاوة والفساد والبلطاجة والاهمال ونرفض ان احنا نقنن ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة